لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة شاركت عدد من السيدات المعيلات للأسر في العاصمة المواقعة عدن للمشاركة في بازار نسوي للتسويق وترويج منتجاتهن وقال المدير التنفيذي لمؤسسة أنا وأمي للأيتام الأستاذة عفاف عوضة قالت إن البازار جاء بهدف تعزيز كفاح المرأة العدنية في مواجهة تحديات الفقر والبطالة وخلق مساحات لعمل مشاريع تعود بالدخل عليهن والمساهمة في مساعدتهن على تلبية احتياجاتهن الأسرية